أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الابتماع الوزرية يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على التواجد في يومي الافتتاح والختام الأمر الذي شكل دعما ملموسا ساهم في إنجاح المؤتمر ولفت مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة مؤكدا أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري